تدعيات أزمة فيروس كورونا أحدثت تغييرات جذرية في العالم في جميع الأصعد الاقتصادية والصحية والاجتماعية والسياسية وغيرها كثير كما التمس العالم تراجع حدة الصراعات بين الدول وكأنها هدنة للتفكر والتدبر وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على خطورة الأمر والذي أثر في التركيبة السكانية وفي تفكير وسلوك المجتمعات أيضا ومع ذلك ومع جائعة فيروس كورونا لا يزال النظام القطري متمسكا بدعمه للإرهاب والتطرف كأولوية واضحة في أجندة النظام القطري برغم هذه الظروف التي يتطلب من النظام ضخ هذه الأموال في ميزانية الدولة للخروج من الأزمة بأقل الخسائر بدلا من ضخها لعناصر الإرهاب والتطرف ثلاث سنوات منذ أزمة قطر في 2017 وقرار كل من البحرين والسعودية والإمارات ومصر قطع العلاقات رسميا مع دولة قطر فجدية المقاطعة وامتدادها للسنة الثالثة دليل على حجم جرم النظام القطري مع دول المنطقة ومنها الدول المقاطعة خاصة كنظام داعم للجماعات الإرهابية المتطرفة مثل تنظيم الداعش وتنظيم القاعدة وميليشيات الحوثي في اليمن هذا الدعم يهدف إلى زعزعة استقرار الدول في محاولة لقلب الأنظمة الشرعية في بعض الدول فما حدث في البحرين في أزمة 2011 ما هو إلا صورة واضحة بالبراهين والإثباتات على تدخل النظام القطري في شؤون مملكة البحرين الداخلية ودعم الإرهابيين وتمويلهم بالمال وذلك بهدف نشر الفوضى من خلال التحريض على الحكومة البحرينية وإثارة الفتن الطائفية تمهيدا لتقديم الأراضي البحرينية للنظام الإيراني بهدف إلغاء سيادة المملكة ومسحها كليا عن خارضة العالم هذا التدخل في شؤون البحرين ليس وليد اليوم ولكن أزمة عداء النظام القطري لمملكة البحرين سطرتها الخيبات المتوالية من دولة تربطها معنا روابط من الصعب نكرانها في ظل أي ظرف ولكنها كما يبدو محاولة في الهيمنة بسلاح الإرهاب على حساب استقرار شعوب العالم ليس من خلال تأييد ودعم الإرهاب والتضرف فحسب وإنما من خلال ما تبثه من سموم عبر قناة الفتنة الجزيرة التي دمرت استقرار دول عربية كثيرة ودعمت الإرهابيين أعلاميا لتحقيق أجندتهم الخبيثة مصر وليبيا واليمن والسعودية والإمارات والكثير حتى بعض الدول التي سكتت عن حقها في المقاطعة ولزمت الصمت جميعها متضررة ولكن دول المقاطعة أخذت على عاتقها مسؤولية عظيمة للتصدي لمن يدعم الإرهاب والعمل على تجفيف منابر ومنابع الإرهاب واجتثاثه كليا فهذه أمانة تحملها هذه الدول لإعادة السلام والاستقرار في المنطقة ثلاث سنوات نعتز بوقوف دولنا في وجه الطغاة أحرار نفخر بإسلامنا وعروبتنا ونتبرأ من الإرهاب وبينما شعوب العالم في ترقب لاكتشاف اللقاح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 نرجو اكتشاف لقاح ضد مؤامرات نظام الحمادين الإرهابي أيضا حتى يعوم السلام والاستقرار شكرا 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 شكرا